يا رب دايما وابدا تكونوا بخير بالتوفيق يا رب دايما وابدا هنتكلم دلوقتي عن المينرالز بمنطقة البساطة دي لكتشار تلاتة هنبدأ بيها ليه يا دكتور عشان دايما الكلية تبدأ بيها في الاول قبل لكتشار اتنين والان هي يعني تعتبر فعلا مكانة المفوضة تحط في النص المبينة المقدمة ومبينة الفيتامينز على اعتبار ان هي صعبة بس خفاش وقتين في العنوين بتوحها وبعد كده ندخل بقى على الاحش بتاعنا اللي هو الفيتامينز طيب المينرالز زي ما احنا متفقين دايما قبل ما تدخل عليه محضرة ستفها في الدماغ هنتكلم على ايه بالزبط هنتكلم فيه المعادن الاتية واحد الكالسيوم بالترتيب معك هنتكلم على الايرن واخر معدن هنتكلم عنه وهو الايودين جيبنا سيرته قبل كده في المقدمة طيب الكالسيوم والايرن والايودين في عناوين المفوضة نتكلم عليه في عناوين مشتركة بينه وهي اول حاجة السورسس سيادتك بتجيب الكالسيوم من المصادر يعني والسورسس موجودة برضه في الايرن وموجودة برضه في الايودين تمام تاني عنوان عندي هو الدفشنسي النقص كنا تكون من فأبلكنا عن حاجة اسمها الانتيج في المقدمة وقالنا الانتيج معاناها ساتك بتاكل كتير ولا بتاكل قليل وكنت أوليكم الانتيج دي معاناها المصيبة هنا أنا أتكلم على الديفشنسي تحديدا لا بتكلمش على زيادة يعني ما بقولكش المشكلة اللي ممكن تحصل لك لو أكلت كالسيوم زيادة هبولك ايه المشكلة اللي هتحصل لك لو الكالسيوم في جسمك قليل لو الايودين في جسمك قليل لو الايرن في جسمك قليل وهنتكلم عن المرض بتاع كل واحدة فيهم بالتفصيل شويتين طيب بعد كده عندنا فيه عنوين بس العنوين دي بقى مش موجودة في التلاتة واحد فيهم هو الابسوربشن وده مهم جدا 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 كامسي كيو وكنظري بس موجود في عنوان للكالسيوم وموجود كعنوان في الايرن ابسوربشن برضو في الايرن تمام؟ اخر عنوان هنتكلم عليه هو الفونكشن وهنسألك على الفونكشن في الكالسيوم وهسألك على الفونكشن في الايودين طب دكتور مش هتسألني على الفونكشن في الايرن؟ لا مفيش عندي عنوان اسمه فونكشن في الايرن فيه بداره عنوان اسمه التوكسيستي مش هنا قلتلكم قبل كده من شوية ان الانتيك او النصيبة بتكون بالزيادة او بالنقصان فاحنا هنتكلم على النقصان هنتكلم على الديفشنسي وكمان هنتكلم على التوكسيستي لو اخدت ايرنيب الزيادة ممكن يحصل لك ايه تمام يبقى ايرنيب الزيادة او نسبة ايرنيب الزيادة نسبة ايرنيب الزيادة ده تعريف العلمي تمام طيب تعاوني نتكلم برضو عن حاجة مهمة قوية وهي الامراض زي ما اتفقت معكم احنا الانتكلم على مرض واحد واحد فيهم الناتج عن الديفشنسي امراض الديفشنسي اللي طرعها من الكالسيب هنتكلم عنها بالتفصيل اوستيو حاجتين بقى فيه عندك اوستيو ماليشيا وفيه عندنا اوستيو بوروزيز تمام طيب كمان عندي الديفشنسي بتاعت الايرن هتعمل لي حاجة اسمها الايرن ديفشنسي انيميا مشهورة جدا عندنا في المصريين يعني واخر حاجة عندي الايودين ايودين ديفشنسي هيعمل لي ايودين ديفشنسي ديزيز بس كنا ما لدوش ما لقولش اسم قالك ايودين ديفشنسي ديزيز وشكرا طيب دكتور هنتكلم على العنوين ايه تحت واحد واحد فيهم كل مرض من الامراض دي هنتكلم فيه عتاة عنوين واحد هنتكلم على السبب عايز اعرف المرض ده حصل ليه اتنين عايز اعرف اشخصه مانش مش احنا ده كاترة فلازم نعرف ازاي نشخص الامراض دي تلاتة عايز اعالج او بمعنى ادق بمنحنا كوميونيتي عايز امنع ان المرض ده يحصل طبعا اعالج اللي هي تريتمينت انما امنع اللي هي البريفنشن التشخيص بيكون اما كلينيكال بيكتشر اما بنتكلم على انفستيجيشن طيب عايز اقول بس كلمة صغيرة في موضوع التشخيص ده هتنفعكم ان شاء الله قدام في الكلينيكال ومنطه البساطة لما اجا قولك شخص لي لازم يكون فيه عندك تلات عنوين واحد حاجة اسمها الهيستوري اتنين حاجة اسمها الكنيكال بيكتشر تلاتة حاجة اسمها الانفستيجيشن ده من الاخر كده الاسكيمة بتاعت كل التشخيصات في كل حاجة في البطنة في الاطفال في الجراحة في الناس اسم بتعرف الهيستوري اللي هو التاريخ المرضي للشخص او التاريخ بشكل عام للشخص اللي جاي لك البيشنت اللي جاي لك الاعراض اللي ظهر عليه او حتى الساينز اللي هي الاعراض اللي انت هتظهرها عليه واخر حاجة اللي هي الانفستيجيشن اللي هي شوية بقى ايه الى شعة اللي انت ممكن تعمله طبعا وقلنا قبل كده الاسباب في عندي حاجتين حاجة اسمها الاتيولوجي او الكوزيس وقلنا دي الاسباب الحتمية وفي عندي حاجة اسمها البري دي سبوزينج فاكتورز وقلنا دي معناها ايه دي معناها ان هي اسباب هتساعد ان يحصل المرض بالنسبة لنا كده دي التجميع بتاعتنا ده كده اللي هنمشي عليه خطوة بخطوة ان شاء الله حاول طبعا زي ما اتفاني قبل كده هتنقلوها في ورقة برة هتنفعكم ان شاء الله دكتور طب بالنسبة للاسئلة للكوزيشنز بتيجي ازاي كل تقريبا شبر في المينرالز جاء قبل كده سؤال نظري والامسي كيو المهم بتاعه هو السورسز كل السورسز والابسوربشن دول اهم حاجتين عندي خلاص وكله قبل كده جاء ايه كسؤال نظري نبدأ بقى نتكلم كلمة بكلمة او حرف بحرف في المذكرة اولا انا حبنتكلم على المينرالز والديفشنز ده تجميع عملاش ايه لازمة في الحياة ليه يا دكتور تجميعاتها نقصة يعني الكالسيوم كاملة مفيش مشكلة انما الايرن الانيميا ما احنا قلناه والايودين لا نقصة وبالتالي مش مهمة عندي او التجميع دي بس ممكن تبص عليها بس خلاص طيب هي نقصة ايه هي نقصة بس في الايودين كمان تلت امرات تانية اهمهم عندي حوار الفيزيكال اللي بتسبب حاجة اسمها الكريتينزم وهنتكلم عليها كمان شويتين لما نيجي نوصل للايودين خلاص دي اهم حاجة عندي ازا هو بس حتى كتنزم وبعد كده احفظهم مش مشكلة انا مش هتكلم عنهم هنا عشر راحنا عن الكاملهم الاول بالتفصيل واحدة واحدة وبعد كده نرجع عن الجمع وده نقطة مهمة جدا اوعى تحفظ او تزاكر تجميعات من غير ما تكون فهم الكامل انت بتحفظه فانت تتزاكر زي ما تفنقى بالطول الاول وبعد كده ارجع راجع بالتجميعات ما فيش مشكلة خالص طيب اول حاجة الكالسيوم معلوم اناش اي لازمة في الحياة مش مهمة اوي يعني بس ممكن تجيلك كايه كامسي كيو من ضمن اللي هي ايه اولوف دا فولوينج اس كوريكتا او ان كوريكتا بقى الكالسيوم بلاك كالسيوم في القدل تعبار عن واحد الواحد ونصف كيلو جرام من وزن نسياتك وبمنطه البساطة 99 في المية من الواحد او واحد ونصف كيلو جرام بيروحوا للعضل والسنان واحد في المية موجودين في الصوفتش والبادي فليوت اهمية الجملة الجميلة دي ايه انك تقرف ان الكالسيوم موجود برضو في الانسجة بتاعتك مش بس موجود في السنان والعضل طيب تعاوني نتكلم على السورسز امسي كيو قلنا مهمة جدا ممكن يجي منها امسي كيو طيب ايه الجملة تحديدا اللي مهمة اوي كامسي كيو اللفظ دا واحدة واحدة السورس بتاعتنا بتقسم الانيمال وبلانت بو منطقة البساطة لما تيجي تتكلم على الانيمال فودس هتلاحظ ان كلهم بحرف السي مش همناكلم على الكالسيوم بحرف السي عندنا حرف السي اللي هي الـ chiز او الكاف يعني تشيز وعندي حرف السي اللي هي الـ can the fish واخر حاجة في اليولك في عندنا حرف الكاف طيب يعني تلاتة كاف او تلاتة سي مش واحدة واحدة بقا milk and cheese دي منتجات الالبان الـ aji yulk بو منطقة البساطة صفار البيض can the fish with bones مهمة جدا كلمة with bones عشان هي دي اصلا اللي فيها الكالسيم اللي سيادتك هتاخده منه لكن لو كانت فيها سمك منزوع العظم سيادتك كده مش تاخد كالسيم منه طيب ده الانيميل فوت ليه يا دكتور بقى مهمة كلمة ريتشست لان الملك ودي تجمعاتها هي الملك مليان كالسيم ولكن في نفس الوقت لما يتكلم معك على الايرن هقولك في الايرن ان الملك فيه ايرن ولكنه the poorest source مش كيف يحبوها قوي يبقى الملك مليان كالسيم وما فيش في ايرن كتير طيب ده بالنسبة الانيميل خدش معي على البلانت البلانت بمنطقة البساطة في عندنا الخضروات وفي عندنا حاجة اسمها الموليسيس زي بنا بترجماله كلا اللي هي العسل اسود وفي عندي حاجة اسمها السيسيم اللي هي السمسم وقل لك ان في ميناة الطحينة وفي الحلوة الطحينية ماشي? اوكي دكتور طبعا انا ممكن احفظ دول زي ما تسيبنيش كده عشان الحفظ انتوا عارفين انا عارف ان هو بقى لحد ما الحاجة بتدخل في بعضها بالزات حوار السورسز ده فانت بتحفظ السورسز ازاي? ببقى منطقة البساطة لما بديك تتكلم على الجزء بتاع البلانت تحفظها كده صمت الخضار حبان تحشية غريبة بس هتفيدنا قدام اللي هتحشفنا كمان اختها حرف الاس عندنا اللي هو السيسيم اللي هو السيمسي وحرف الام عندي اللي هو الموليسيس اللي هو العسل اسود وحرف الت عندي اللي هو الطحين والحلوة الطحين ايه خلاص? تمام والخضار اللي هي الفيشتابلز يبقى صمت الخضار تمام? ده اللي هو البلانت فوت والانيمال فوت كلهم بحرف الس او الكاف شيز ويولك حرف الكاف الاخر والكاند فش ومنساش اللي هي وزبونز كده احنا قلصنا السورسز بتاعت الكالزي بس ببقى ده حدفنا كلمة عن السورسز تا الايرند ما دي ونكمل باقي السورسز كلها بتاعتهم كلهم مرة واحدة فلما نيجي نتكلم على سورس الايرند بالمرة هقولك ان سورس الايرند فيه انايمال وفيه بلانت الانيمال شايفين اهي باللون اللحمة نسابها لكم باللون اللحمة عشانت عارفين دي امسي كيو ان الملك اه سورس للايرند بس بور خلاص? طيب بقى السورسز انت اخدته اهي اجيولك لسا اين دهات حالان في الكالسيون فوق والملك ولنها في الكالسيون فوق والشيل فش محنسا اين دهات يفوق الكاند فش اللي كانت بالعظم بتاعها بس بدل كاند فش شيل فش ايه وار الشيل فش ده الصدف او بيسمونه المحار خلاص حيوان المحار ده بيتاكل هنضيف عليهم الميت يعني لو انت عايز تتكلم عن الانيمال اورجن او الانيمال سورسز تاعة الايرند هتقول لي هي هي بتاعت الكالسيوم زائد الميت زائد اللحمة دكتور اورجن ميت انت قضيلي عليها قبل كده الكبدة مفيش مشكلة ماشي ايه كانت بقى اللين ميت زي ما في عندي حاجة اسمها حليب قليل الدسم في عندي حاجة اسمها لحمة قليل الدسم يعني من اخر لحمة حمرة من غير الده كلمة لي ميت معناها ميت with low fat content خلاص طيب طب والبلانت اورجن بتاعت الايرند اخبارها ايه البلانت اورجن بتاعت الايرند لما تيجي تبص عليها هتلاقيها بيكلم معاك على dry beans معناها اللي هي البينز الناشفة يعني ده حد ما اللي هو الفون الناشف اللي هو الحالاتي تريبة بيسمونه الحالاتي الناطسة عندي اللي هي المكسرات تمام في عندي الجرين لي في فيشتابولز زي الخاص الجرجير من الاخر كل الحاجات اللي بتكون ورقية او بتكون لحد ما اوراقها بناخد الورقة بتاعها وبتكون لونها اقدر فاكرين صمت الخضار اللي كنا حطيناها كتجميعة فوق في البلانت سورس ساعة الكالسيوم هنا هتبقى بنمل الخضار تعالوا نشوف كده بنمل حرف البي عندي اللي هي البينز حرف الان عندي اللي هو الناطس مكسرات حرف الام عندي اللي هو الموليسس العسل اسود والل عندي اللي هي اللي فيه فيشتابولز يبقى عندي صمت الخضار ده بلانت سورس تاعة الكالسيوم وعندي بنمل الخضار ده البلانت سورس بتاعة الايرن وزا ما اتفننا قبل كده الانيمال سورس تاعة الكالسيوم كلها حرف السي والانيمال سورس تاعة الايرن هي نفسها بتاعة الكالسيوم بس يزود عليها ايه الميت وبدلا ما كنا بنقول كان ده فيش مع البون هنقول ان ايه شيل فيش وما ننساش ان الملك كان الريتشست في الكالسيوم وكان البورست في الايرن طيب اخر حاجة عندنا السورس بتاعة الايودين ودي سهل انا كنت لما احتهالكو لما كنت بنشرح في المقدمة قلنا ان الايودين فيه عندي السي البحر وفيه عندي اللي هو السولت بس فعندي يقيمة الحاجات اللي علاقة بالبحر يقيمة مأكلات بحرية يقيمة شوية خضار وفاكهة اتزرعوا جنب البحر ويقيمة السولت هي ده المصادر بتاعتنا او عايز تقسمها زي ما نوت مقسمها في حاجات اللي علاقة بالبحر اللي هو السي فود والسولت وحاجات اللي علاقة بالنباتات اللي هي الفروتس والفشتابول اللي زرعناها جنب البحر بس انا شاف تقسيمه دي افضل الدكتور لو ممكن يجي يقول لي في الانتحان قسم هاي تقسيمة السي والبلانت لا فاته ممكن تحفظها ما احنا قلقين كده وخلاص سي والسولت طيب كده احنا خلصنا السورسز مرة واحدة عشان قادر ده سؤال بيجي ام سي كو زي ما اتفقنا وبيتلخبطوا فجبناهم اصبحت تعالي نتكلم بقى على تاني عنوان عندنا من ضمن اربع عنوين في التلت اللي اتفقنا عليه اللي هو الاولين اللي هو الكالسي طيب الابسوربشن بمنطقة البصلة الابسوربشن مهم جدا كامسي كو نادر لما قابلك اسؤال نظري فاكتورز اللي هتزود الابسوربشن والفاكتورز او العوامل اللي هتقلل الابسوربشن طيب انا مجمعهم لكم في السراب مش عارف اشوف السراب دي العوامل اللي بتزود واشوف العوامل اللي بتقلل خلاص كده طيب واحدة واحدة نجمع اول حيات كلمة السراب نشوف ما نجمع ازاي حرف السين عندي اللي هو فيتامين سي وحرف الرأى عندي اللي هو الريشيو كالسيام فوسرس ريشيو دي مهمة جدا كامسي كيو ما تجيش تقوللي كالسيام لوحده او فوسرس لوحده هقولك غلط لازم مع كلمة ريشيو حرف الالف عندي اللي هو الاسيدي جاستريك اسيدي والباق عندي اللي هي الباراثيرويد والبروتينز ده كده بالنسبة لنا كلمة ايه سراب كده انا عارف التجميع عايز افهم بقى دكتور حبيبي انا قالت ايه الفيتامين دي توقم الكالسيام طب تعالوا حاجة نفهم الميكانيس بقى الابسوربشن بتحصل ازاي سريعا سيادتك هتاكو الكالسيام في الضييت الكالسيام يدخل جسم سيادتك لحد ما يوصل الانتستين اليومين هيدخل عن طريق شوية شانلز جوة الخلية بتاعت الانتستين ولما يدخل جوة لازم هيتنقل عن طريق شوية بروتينز بغض النظر عن اسمهم فيدخلوا جوة المكان المفوض يحصل عن طريق الابسوربشن ويحصل الابسوربشن ويطلع لبرا ويبقى خلاص تمام تصاصل ويدخل جوة ايه قدام بتاع سيادتك حلو كده؟ طيب الفيتامين دي يحصل له حاجة اسمها اكتيفيشن الاكتيفييتد فورم الفيتامين دي اسمها كالسيتريول الكالسيتريول ده يقوم رايح لنيوكلس يقول لها بقولك يا سبت الحجة انا عايزك تعمل لي حاجة اسمها جينيتيك بروجرام فتطلعيلي شوية رسائل جينية او شوية يعني معلومات وراثية تتحدف كده على طرف الخلية تطلع منك زيادة شوية من وكمان تزود شوية طيب وهنا لما زود يبقى زودت الكالسية من الداخل صح؟ طيب لما زود الكالسية من الداخل وزود كمان البروتينز اللي بتشيل الكالسية يبقى لكده بزود الابسروبش بطريقتين ياما عن طريق زيادة البروتين ياما عن طريق زيادة الدخول وعن طريق الشانasting يبقى الاكتيفيض فيتامين دي بيزود بتاع الايه؟ بتاع الكالسيا طيب الحوار ده مهم ليه لان المنطقة البساطة دلوقتي حالا ما اتكلم معاك فوق هتلاقي ان العوامل او الفاكتورز فيه منها اللي بيزود فيتامين دي فلما يزود فيتامين دي يقوم يزود الخطوطين دولت وبالتالي يقوم يزود الابسروبشن وفيه منهم اللي بيقلل فيتامين دي فبالتالي بيقوم يقلل الخطوطين دولت او عدمهم فبالتالي يقلل الابسروبشن فيه وفيه نرجع بقى مرة تانية لكلمة سارو اللي مجمعنى الفاكتورز اللي بتزود الابسوربشن اوف كالسيا طيب اول حاجة عندنا فيستي فيستي هو ال이다ومين دي يعني من الاخر بيدخل في تكوين وتشكيل واكتفيشن وبالتالي يبقى هيزود ال이다ومين دي وبالتالي قم يزود البروزيس اللي تفعل عليها في قم يزود الابسوربشن طيب البروتينز لما زود البروتينز بشكل عام يبقى انت كده هتزود من ضمنهم البروتينز الجميلة ديت فانت كده بتزود على القل واحدة من التوميكانيزم بتوع الفيتامين دي فانت بتزود الابسروبشن جميل الباراثيرويد هرمون الباراثيرويد هرمون لما هتزوده وتطلعه بيقوم عامل اكتيفشن للفيتامين دي وبالتالي يقوم عامل اكتيفشن للبروسيس بتاعتنا فيقوم زود الابسروبشن بالطريقتين طيب لما لقي بقى دكتور عندي حاجة اسمها الاسيليتي ايه الوضع بتاعها الاسيليتي دي بتقوم محولها الكالسيم لسولت ولما بيقوم بداخل عندك السولت ده للديودينام يحصل له ابسروبشن ده سيناريو فيه سيناريو تاني تحفظ به اسهل ان الاسيليتي دي مذيبات اسد مذيبات حتدوب لك الكالسيم فتدخل تعمل له ابسروبشن بسهولة يعني بتزبط لك الديجيشن والديجيشن مرحلة قبل الابسروبشن لو حصلت مظبوطة الابسروبشن اشتغل مظبوط عامنا ازا شغل النقاشين كده سلمني مظبوطة سلمك مظبوط طيب وايه حكاية الريشيو دي يا دكتور كالسيم فوسفرس ريشيو دي مهمة جدا 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 كامسيو دي زي ما قلت ليه عشان ما يفعش تقول كالسيم بس في الاخترافة تختارها او فوسفرس بس لازم ريشيو لما بيكون عندك ريشيو مظبوط يبقى انت كده عندك هوميوستيزيس مظبوط هوميوستيزيس مظبوط معناها ان كل الميتابوليزم بيحصل وبالتالي بتقوم زود الابسروبشن ماشي لو تجبع فوسفرس بس لو قلتلك فوسفرس بس او كالسيم بس هنتكلم عليها كمان دقتين لما اتكلم معك على الفاكتورز اللي بتقلل الابسروبشن سنية واحدة واجيلك لكن لحد دوقتي كده شحناهم كلهم شحنا الفاكتورز اللي بتزود الابسروبشن انا مطالب بالشرح ده للفهم فقط عشان لو انت في المتحان تحاول تفتكرها ولا حاجة افتكرتها بالتحشيش اللي هي كلمة سراب تمام افتكرتها بالفهم تمام فاكتورز اللي بتقلل الكالسيم ابسروبشن بقى ايه وضعها مية جمعة في كلمة اشوف حرف الالف اللي هي لالكالينتي اللي هي عكس اسيتي طيب دوقتي انا ممكن اطلق بطواقل حرف الالف هنا اسيتي حرام عليك ده انا بقول لك الموزيبات بتدوب الكالسيم ببقى هتزود لك الابسروبشن انما اللي بتقلل تبقى الالكالينتي طيب الشين دايما بتبقى سي اتش حرف السي عندي اللي هو والكورتيكوستيرويد والاتش عندي الهبارين كلما بعضهم اللي هما الدراجز الادوية والواو عندي اللي هي الاو يعني اللي هي الاوكزاليت والفا عندي اللي هي الاربعة اف ودي مهمة جدا هنحتاجون كمان في الابسروبشن بتاع الايرن الفايتك اسد والفايبرز والفوسفيت وفي عندك الفات في الابسروبشن بتاع الايرن هقول لك الاربع اف وانت يا دكتور كنت اقيل لي ان الفات اللي موجودة في الكالسيم بنبدلها بحاجة اسمها الفين ولا لا ده في الايرن طيب عايزة افهم يا دكتور زي ما انت شرحت كده الزيادة بتاعت الكالسيم اشرح لي نقص الكالسيم بمنطهة البساطة في عندنا حاجة اسمها كلمة كومبليكس. كومبليكس معناها ايه? كومبليكس معناها ان انت تقوم جايب حاجة على حاجة فتعمل مركب. اعدوا معايا بقى كده. لما تيجي تبص على الاوكزاليت والفات. وكمان عندك الفايتك اسد. احنا اتكلم معنا بعد بالتفصيل شويتين. الفايتك اسد والاوكزاليت والفات بيعملوا حركة الكمبليكس. يمسكوا في الكالسيوم يكونوا مركب كومبليكس كده ما بينهم وبعض. الكمبليكس ده للاسف ما بيحصلوش ابسروبش. وبالتالي الابسروبشن يقل. طيب تعالوا نتكلم على الفايبرس. والله شرحتها بالتفصيل قبل كده في المحاضرة الاولى لما كنت قالوكم الفايبرس بلك كبير بيشجع الموتريتي فبيصرع الاكسيكريشن. فما فيش وقت يحصل فيه ابسروبشن. طيب دكتور الفوسفات. فاكرين حوار الرشو? لما قطوكوا الرشو لو مظبوطة يبقى هوم يوزيز مظبوط يبقى الابسروبشن يحصل. طيب لو الفوسفات زاد. الرشو عندنا من اتنين لو الفوسفات زاد لازم عشان حافظ على الرشو الكالسام يقل. فبالتالي بيقل الكالسام ابسروبشن. خلاص كده? طيب. تعالوا نتكلم على كمان الادوية دي بتحصل ازاي او بتشتغل ازاي? واحدة واحدة. لو هتكلمني على الكورتيكوستيرويد والهيبارين دول بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. الاتنين مع بعض سواء الكورتيكوستيرويد او معنىها بنائي. فبيقللوا بنائة العضل. ويزودوا الاستيوكلاست اكشن. كلاست معنى هيكسر العضل. فبيطلع للكالسام في الدم. فكده زودنا الكالسام في الدم. نتيجة زيادة الكالسام في الدم من جسمك يقولك انا ما اعطتش عايز كالسام فيقلل الابسروبشن. لقيت في بعض الورق بتاعكو او في بعض الشرح بتاع بعض الدكاترة وبعض الزمله بيتكلموا عن ان الفكرة بتاعت القورة كونتوسيبت فيلز مبنية على الاستروجين. حاشا لله. الاستروجين حرفيا في كل البيبرز اللي منشورة ملوش اي علاقة بان هو ينقص الابسروبشن. بالعكس ده بيزود الانتستينل وكمان الرينا لري ابسروبشن. يعني حتى لو الانتستين ما عمدش ابسروبشن للكالسام. وقع منك وخلاص هيطلع برا عن طريق الرينا لكسكريشن. لا ده كمان في عنده عن طيق الاستروجين هو يحصل له ري ابسروبشن تاني. الاستروجين حرفيا هو يعني نقول ايه مسلا لو كان الفيتامين دي هو التوأم بتاع الكالسيوم فالاستروجين هي مامة الكالسيوم. هي بتحب الكالسيوم قوي وبتخليه يفضل موجود في جسمك بتزوده في الدم بالابسروبشن وبتاخده من الدم وتحطه كمان في البون بتاعك. طب دكتور القرية بتعمل ايه عشان قاطر تقليل الابسروبشن للأسف? ما لقيت لهاش حاجة صريحة او او نظرية واقعة واقعة صريحية كده موجودة عندنا مسلا في ببرز منشورة محترمة. ولكن القرية بمنطقة البساطة حاجة فيها استروجين اوه بس حاجة صناعية. فممكن فكرة الاستروجين الصناعي الزائد عن الحد المتصنع ده هو اللي يكون عامل مشكلة نقص الابسروبشن. وممكن لان كمان الاورال كونترستيف بيلز بيكون في تصنعها اصلا حاجات شابه مواد شابهة للاستيرويدز. واحنا اتفاقنا خاصة ان الكونترستيف بيلز والهبارين ليهم ميكانيزم فممكن يكون بنفس الميكانيزم على مستوى الاورال كونترستيف بيلز. ولكن الاستروجين حشل للاستروجين بيزود الابسروبشن وبيزود ان الكلسيم يتحط في العضم. ده حتى لما اجي اتكلم معك اصلا في علاج الحشاشة العظام هقول لك الاستروجين عشان باخد الكلسيم يحط في العضم. ده ده الماسترو بتاع العلاج. ولما اقول لك حتى انه مين اكتر ناس بيحصل عندها مشكلة الاستيرويدز هقول لك عشان خاطر لما بتيجي فترة معينة والاستيروجين بتاعها بيخلص ساعتها بتدخل في مرحلة الاستيرويدز. فخلي بالكم من حتى دي. تعالوا بقى نتكلم كده احنا خلصنا الابسروبشن عايفين هي بهدالة شويتين سراب واشوف. لو عرفت تحفظ بالتحشيش يا شكرا مش عايزك تعرف اي حاجة عن عن الكلام اللي بشرحولك ده. ده للفهم فقط. طيب بس هيفعك في الامتحان. تعالوا نتكلم على الفونكشن بتاعت الكالسيوم. فونكشن الكالسيوم يعني بديهيات خلص. اول حاجة هتيجي في عضم واتيهي تتسعة وتسعين في المية ازا ما اتفق. طيب في حاجة تانية اه بنتكلم كمان على ايه ده بتشتغل ازاي الحكاية ده يا دكتور. بمنطقة البساطة الكالسيوم يقوم عامل بايندينج يمسك في حاجة اسمها الفيزيكلز. شوية كده كور كده موجودة جوا الخلايا. الفيزيكلز دي جواها نيورو ترانسيمترز. لما الكالسيوم يمسك في الفيزيكلز يشجحها انها تروح هي كمان تمسك في الممبرين. ولما تمسك في الممبرين تبص البرة كده وتقوم لفرقعة. ولما تفرقعة تقوم طلعها عن نيورو ترانسيمتر. والنيورو ترانسيمتر معناها ان انت كده عملت الفانكشن بتاعت النيرف. نقلت الفانكشن بتاعت النيرف عن طيب العضل عشان تنقبط. فبتايب عندك النورمال فانكشنينج. طيب دكتور كمان في عندي حاجة اسمها يعني دكتور البالس. البالس بينتك عن الهارت كونتراكشن اصلا. طيب ايه حكاية بقى الكونتراكشن? بمنطقة البساطة نفس الكونسبت في برضو ميكانيزم عندي. الميكانيزم انتو اخدتوه اعتقد بالتفصيل الكالسيوم بيدخل. تمام? ولما الكالسيوم بيدخل بيشجع خروج الكالسيوم من ساركوبلازم الكريتيكولم والكالسيوم الكتير ده بيروح يشتغل في حاجة اسمها الاكتين والميوسين بتاني انتو اخدتوه في الفيسيوش مش هتخل في التفصيل شان ده شرحها طويل اوي. بس يعني ليه علاقة بالاكتين والميوسين والحاجات الحالة انتو اخدتوها دي. طيب دكتور النورمال كلوتينج او بلد. كالسيوم? ايه علاقة الكالسيوم بالدام? الكالسيوم هو الرقم اربعة اصلا. وبالتالي انت محتاجه عشان خاطر تعمل بتاع البلد. كان عندكو اصلا تو باثوي انترينسيك واكسترينسيك. انت محتاجه في. يعني من الاخر لو ده مش موجود مفيش الانترينسيك ولا اكسترينسيك باثوي يعني مفيش كلوتينج اصلا. فانت محتاجه. طيب دكتور ممكن برضو تجميعه ولا حاجة? احبش بنتكلم على الكالسيوم. خلاص. حرف الكي ده او اللي هو الكاف او ايه ان كان كونتراكشن. وكمان عندي. وحرف الام ده بمنطهة البساطة اللي هو الموتور نيرفز. وطبعا نحوار الفورميشن بتاع البونوتيت تفتكه لواحدك مش مش مشكلة. بتاعنا نتكلم على ديفيشنسي لو عندي نقص في ليفلات الكالسيوم في جسمي. والله يبص لو حصل نقص الكالسيوم كان مع اخوة توقم كمان اللي هو الفيتامين دي خش في حالة الريكتز اللي هي كساح. مش هنشرحها هتشرح بالتفصيل في الاطفال ان شاء الله. اوستيو ماليشيا معناها وهن او ضعف زي ما اتفقنا قبل كده اولين في العظام. وده لو انت كنت سيادتك ادلت. يعني كنت سيادتك ادلت كبير في السن كده وشاب كده وفجأة حصل نقص الكالسيوم في دمك تخش في محاطة اوستيو بليشا. لو كنت عجوز وحصل نقص في الليفل بتاع الكالسيوم تدخل في الاستيو بروزيس اللي هي اشتر العظام. وممكن يحصل هيموروش زي ما اتفقنا عشان هو اصلا وظيفته كلوتينج فاكتور. فلو عكست مفيش كلوتينج اللي بتاعي يحصل هيموروش كلوتينج معناها تجلط الدم. انما هيمورش معناها سيلان الدم. طيب وبرولونجة كلوتينج طايم معناها ايه? معناها هتاخد وقت اطول على حد ما الدم يتخثر. تاخد وقت اطول حد ما الجرح يبطى يطلع دم. تيتاني معناها انفولنتري كونتراكشنز. بسبب زيادة مش فاهم ما انا قلتلك. هو هيمسك في الفيزيكل. زيادته يبقى فيه اكتر فيزيكلز هتمسك فيها اكتر. يعني كالسيوم اكتر هيمسك في فيزيكلز اكتر. هيخليها تمسك اكتر او اسرع في الممبرين ويطلع نيولو ترانسميترز اكتر. وبالتالي باللمسة الموتر نيرف يحصل له على طول استيميوليشن. فبيزود الارتابيتي او الاستيميوليشن فيحصل انفولنتري كونتراكشنز. تلاقي ديما العضل عمنا بتنقبل كتير جدا. تمام? اخباضات متتالية. وانفولنتري انت مش قارب تتحكم فيها. طيب. دول مهمين اه كامسكيو. دول مهمين اللي هما بتوقع الفونكشن. يعني بصراحة انا شايف انه ديبقى سؤال تافية اولى جافة الابتحان يعني. بس يعني انتم عارفتها خاصة من جماعة في كيمة الكالسيوم فمش مهم يعني. لو جاتة تيجي سؤال نظري ماجيش امسكيو. طيب تعالوا نتكلم على بقى الديفشنز زي ما اتفقنا. ما نقول لك قبل كده? احنا بنتكلم على الحاجة وبعد كنا نتكلم على الامراض بتاعتها. طيب. احنا تتكلمنا على العنصر الغذائي اللي هو الكالسيوم نتكلم على الامراض. الاستيو ماليشيا واستيو بروس. الاستيو ماليشيا فيها حتة مهمة قوي يقولك ان هي بسبب دفكت في البون بيلدينج بروسيس. هو ما نقولك الاستيو ماش بتحصل امتى وانت قضل صح? يعني وانت عمال بتنمو. فبيقولك هي مشكلة حصلت في العظم وهو بينمو فبقى ضعيف. على عكس الاستيو بروسيس. الاستيو بروسيس انت بتتكلم على مشكلة حصلت بعد ما العظم. يعني عظم تشكل قبل كده. بس بعد كده ضعيف. فبقى تسمحش لازعش تحصل انت عجوز. طيب. اول حاجة الاستيو ماليشيا. ما هو السبب بتاعها? سببها بمنطقة البساطة نقص في الكالسيوم. اكتر منه نقص في الفيتامين دي. ودي مهمة كامسي كيو. طب دكتور هو فيه اوبشن تاني اه الريكتس. الريكتس سببها نقص في الفيتامين دي اكتر من الكالسيوم. طيب نكمل. يقولك وهي بتحصل في اليونج ومن اللي حصل عندهم حاجة اسمها ريبيتت بريجنانسي اند لكتيشن. حملت كتير ورا بعض وردعت. طيب دكتور دي كده تعتبر سبب ولا بريدس بوزينج فاكتور? لا دي بريدس بوزينج فاكتور. انت محط هنا ليه? غلطة. سميها غلطة. هو كان بس بيحاول يوضح لك مش اكتر من كده. ادخل مع المانفستيشن الاعراض. بمنطهة البساطة الاعراض بتاعتك كلها مبنية على نفس الفنكشن هكونا بنتكلم عليه. اول حاجة العظم. يعني اول حاجة دي في دماغ العظم ماله. هيبقى طريبة هيبقى دي فورمد. يعني ايه دي فورمد? يعني شكله غلط. المفروض العظمة بتاعت ريجلسياتك تبقى مستقيمة. ما تبقاش عامل الزاوي. طيب. هتلاقي وجع بين. وده بديه جدا معلش انا واحد عندي داتي مشكلة في البون بتاعي. فهتلاقي وجع سواء على مستوى الجوينتس وبالذات حولين الجوينتس او على مستوى العظم بشكل عام. كلمة ضل ايكنج بين معناها وجع انت مش عارف تحدده. فضل ايكنج. خلاص مش بتقولي مثلا ان الوجع ده يا دكتور والله عبارة عن كأن فيه مصمار بيخبط. لا. ولا ان هو مسلا نقح. لا. ولا ان هو اه حرقان. لا انا مش عارف احدد ما هي تلبين بدا اسمه ضل ايكنج بين. طيب دكتور يعني ايه تندرنس? احنا في عندنا حاجة اسمها سيمتم وحاجة اسمها ساين. ساني قاعدة سوري. في عندنا حاجة اسمها سيمتم وحاجة اسمها ساين. السيمتم ده العرض اللي المريض بيجي يقول الدكتور انا حاس بكزا. وده البين اللي هو الوجع. انما تندرنس ده العرض اللي انت كدكتور بتخليشanti يحسه او يشوف او انت كدكتور تعمل حاجة فانت اللي تشوفه. لكن العيان ما يجيش يقولك انا عندي تندرنس و اقولك انع عندي بين. طب ضد اللي انت انت معناها ايه. تندرنس معناها بين. بس ده العين هو اللي بيجي يقوله لك انما تندرنس بمنطقة البساطة انت كدكتور وبتضغط على حاجة فهو يصوت. بالذات على البوني برومينانس يعني ايه couldn borday الحتة اللي من العظم اللي برزة في جسمك بشكل عام زي الكوهة مسلا اشهر حاجة الكوهة وفي عندي الحاجة اسمها الوادلينج جيت جيت معناها ماشية وادلينج جيت الماشية اللي دي وانا عمل لكم لها فيديو بقى هيبقى فيه منتاج كده الفيديو يظهر لكم وتشوفوا شكل الماشية عامل ازاي طيب بعد كده هتلاقي في عندك هيموريج من ضمن الفونكشن فيحصل هيموريج التيتاني والكرامس كلمة التيتاني معناها والكرامس معناها نفس المعنى طب ايه الفرق بين اتنين التيتاني مرض الكرامس عرض فالتيتاني هي المرض اللي من ضمن اعراضها كرامس خلاص وغالي ما بتكون في المنطقة دي اشهر مكان للكرامس يعني طيب يبقى دكتور لو ما انا عايز افتكي المانفستيشن اعمل ايه تقوم بص على الفونكشن وتبوزها فورميشن اوف بون وتيث هيبقى صوفت خلانا انا اعمالها بلون تاني عشان ما نبوزش الدين هتبقى صوفت وتبقى فيها دي فورمتي طيب مشكلة عندي على مستوى الهارت كونتراكشن مناش فيها مشكلة على مستوى الهارت كونتراكشن يبقى هنتكلم على هيمورج طبعا صوفت اندي دي فورمتي اذا ما اتفق تعالوا نشوف كده صوفت ودي فورمتي وعندك الهيمورج وتكلمنا على البين فاضل عندك التيتاني والكرامس ودول برضو بسبب حوار النرفات مش تعالوا نتكلم بقى على السؤال المهم جدا 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 نظري ههم سؤالين واحد اللي هو البردسبوزنج فاكتور ده سؤال بيجي الوحده والبريفنش ده سؤال بيجي الوحده ما هي العوامل التي تساعد في الحدوث وما هي طرق المنع قبل ما يحصل المرض الاستيو ماليشيا سواء كفاكتورز او بريفنشن مسلس اول نقطة عندنا هي الانتيك اول ضلع تاني ضلع عندي اللي هو الديماند مش رحنا بكده كم الديماند معناها ايه مستلباتك انا محتاج كتير من الكالسي واخر ضلع عندي هو الامراض او المشاكل طيب نفهم بقى نطبق الكلام ده عندنا في الورق الانتيك لو سيادتك بمنطقة البساطة اكلت كالسيوم قليل وفايتامين دي قليل يبقى انت كده عندك مشكلة معناها نقص لفل الكالسيوم في الدم لانك انت اكلت قليل فهبتدخل في الاستيو مالشي ماشي لو سيادتك للأسف ما تعرضتش للشمس تفرق معاك اه طبعا ما تعرضتش للشمس مش هيحصل لك اكتيفيشن للفيتامين دي وما حصلتش اكتيفيشن للفيتامين دي فبمنطقة البساطة كأنك ما اكلتش لفيتامين دي ولا كالسيوم مش هيحصل له الابسوبشن اصلا طيب بيبقى الانتيك عند نقطة رقم 122 طيب الديمنت انت محتاج بزيادة صح وهي الريبيتد انس بيست بريجنانسي ان دي لكتيشن ودي الاهم يعني دي كده اهم فاكتور خلاص يعني ايه يعني المنطقة البساطة كلمة انس بيست بريجنانسي يعني من غير ما تاخد بريك عما تحمل وتخلف وتحمل وتخلف ارنب طيب ده بالنسبة للديمنت نقطة رقم واحد بالنسبة للامراض والمشاكل ما الابسوبشن دي حالة ده سندروم مرض عندنا للاسف الشخص فيه ما بيعرفش يعمل الابسوبشن اللي يتبقى تعرفش يعمل الابسوبشن لكتير جدة من نيوترينس مش بس الكالسيوم رينال فيلير المصفى بتاعتنا بيزة فبتطلع الكالسيوم كله من غير ما تعمله هيبوباراثيروديزم احنا اتفقنا الباراثيرويد مهمة عشان الباراثيرويد هرمون بيعمل اكتيبيشن البيتامين دي اللي محتاجه عشان الابسوبشن الانتي كونفالسنت ايه دكتور هو الانتي كونفالسنت ايه حكايته يعني اعلاقته بالموضوع انتي كونفالسنت ببين قصين هايبو فيتامين دي يعني بيقل البيتامين دي وطوة انتو عارفين بقى لما ما اقول البيتامين دي اللي يحصل طيب يبقى ده بالنسبة لي البرزبوزينج فاكتورز يبقى الامراض والمشاكل انه يترقم اربعة محتاج تعرفهم كلهم اه طيب البريفنشن بمنطقة البسطة البريفينشن هو نفسه المسلس بس تعالى بقى انا عالج يعني ايه انت واحد كان عندك مشكلة في الانتيج يبقى عاملك ايه كل والله اكل اكتر يعني كل اكل يكون في الكالسيوم طب ايه اشهر حاجة فيها كالسيوم الملك طيب احنا كنا بنتكلم بردن كان عندك مش كانة كدة ما بتتعرضش للشمس بحصلكش اكتفشل للفيتامين دي فكانك ما كلتش فيتامين دي طب يا باشا سهل اتعرض للشمس طيب انا للأسف مش عارف اتعرض للشمس ومش عارف اكل الاكل يكون كويس فيه الحاجات اللي انا محتاجها بتاخد طبعا صابل منتش للفيتامين دي واللكالسيوم فانت طبعا مش عايف تاكل الاكل بتاكل صابل منتش بتاخد لي الحبوب ماشي طب الديمند اخبارها ايه انا شخصة هو كنت للأسف محتاج كتير او من الكالسيوم فانا حتى لو اكلت الاكل مش مكفي الحاجة اللي انا محتاجها للكالسيوم فاليفل الكلسام في الدمه قليل يبقى معلش ما تعملش الحاجة اللي بتخليك تحت الكلسام كتير يعني ايه يعني بعد إذن سيادتك ما تبقش أرنب احملي وبعد كده خدي فترة وبعد كده ترجعي احملي تاني فترة تحملي مش لازم الحامل كله وقورة بعضه بيسموها الفاميلي بلانينج طبعا اللي هو تنظيم الأسرة طيب الأمراض والمشاكل كان أشهرها المال مجموعة من الأمراض فأنا هعلمك بس هعرفك إن الأمراض دي تخلي بالك منها لو فيه منها حاجاتين فتتخطع عملها طعم لها لو فيه حاجات منها ممكن انت منحها إنك ما تكلش أكل ملوس أو حاجات من كده أوكي لو فيه منها حاجات انت مش طرفت منها حاجة روح للدكتور فبالتالي بعلمك عشان خاطر ما تقعش في الأمراض والمشاكل طيب كده انت خلصت الجزء بتاع الأستيومالش خش معي على الأستيوبروز في الأستيوبروز التعريف بتاعها أو إزاي تشخصها طبقا لحاجة اسمها البي ام دي البودي امنارال دي وطبقا للجهاز المستخدم اللي هو إيبقى اللي هو الدكسا يبقى البي ام دي دي الطريقة والدكسا ده الجهاز المستخدم بي ام دي بودي امنارال دي الجهاز المستخدم دول 인رجي اكس راي absorb bubbling يعني ما فيش فيه حرف تين تطهاش عدو كاملة كمش شافة ويعني ده شكل الجهاز هو اكس راي جهاز اكس راي عادي يعني بس طبعا متطور شوية فاسموه اسم مختلف الدكسا ده مهم جدا كامسي كيو يقول لك النورمال بتاعك لو انا جيت ابص على تي سكور تي سكور ده ببعا ده السكور اللي بيطلع عندي من الدكسا لو جيت ابص لقيت اكتر من سالب واحد يبقى انت كزا الفل ا بالسالب وخلي بالكو من السالب عشان خاطر الامسي كيو استيوبينيا هي شبه استيو ماليشيا بس استيوبينيا هي يعني استيوبينيا دي كده يوم السبت يوم الحد با استيوبروس فالاستيوبينيا عندي من سالب واحد لسالب اتنين ونص واقل من سالب اتنين ونص با الاستيوبروس نتكلم بقى على العنوان المهم كسؤال نظري زي ما اتفعنا قبل كده زي ما قولنا بالزبط في الاستيو ماليشيا هنقول بالزبط في الاستيوبروس وهو سؤالين واحد فيهم اللي هو risk factors واحد اللي هو وكده بقى احنا خلصنا طيب اول حاجة risk factors risk factors بتاعتنا على مستوى الاستيوبروس هجمع حالكم كلها في حسد عارفيني الأمهات لما يجي لها بيبي وتلاقيه مثلا تعبان فتقولك والله ده محسود يا حاجة طماموك يكون فيه أزاب طبية لا لا هو محسود فهو حسد حرف الاتش عندي إليه الهيستوري فكنا ما توقع بك احنا بنشخص أول حاجة بالتاريخ بتاع المريض حاجة من اتنين يا إما الشخص نفسه المريض نفسه جاي يقولي يا دكتور والله أنا حصلي كسر من غير ما تخبط نانتروماتيك معناها من غير خبط ففركشا من غير ما تخبط فجأة إدراعك كسر أو إنه عيلته حصلها قبل كده كسر بسبب خبطة خفيفة فرجلتي فركشا معناها بمنطقة بصدق خبطة خفيفة أو حتى ما يجب خبطة زيه وكده بالزبط بس هم تكون في الفرست ديجري ريلاتف الأقرباء اللي من الدرجة الأولى أبو الأم الأخ الأخت طيب حرف الاس عندي اللي هو السكس الف ميل طبعا كالعادة هي يعني المظلومة نص المجتمع المظلوم فبالتالي إحنا مجتمع زكري متعفن فالأمراض تلت تربحها في ميل فخلص ده في ميل طبعا ده مش حقيقي هي الفكرة كلها لإنه الاستروجين اللي في الف ميل بيروح وبييجي عشان كده دايما المشكلة دي ليه علاقة بالاستروجين فليه علاقة بالف ميل طيب رقم اتنين في حرف الاس عندك حاجة اسمها لسموكينج إحنا كرجالة برضو معلش إحنا لو بندخن ده هيعمل لنا مشكلة سيدنتري لايف لو إحنا مقنتخين مش بندخن بقى لو إحنا مقنتخين برضو هيبقى عندنا مشكلة طيب دكتور هو ليه السموكينج أو سيدنتري لايف ممكن تعمل حكاية دي بمنطقة البساطة واحد بيدخن أو واحد مقنتخ الاتنين مش هيكلوا الأكل الصحي اللي المفروض هو فيه الفيتامين دي وفيه الكالسي وطبعا مقنتخ ده مش هيطلع للشمس ما فيش اكتفيت فيتامين دي أساسا طيب حرف الدي عندي حرف الدي عندك بمنطقة البسطة اللي هي الدراجز شوية أدوية كورتيكوستيرويد آه والله قلناه من ضمن الحاجات اللي بتقلل الابسوربشن الهيبارين آه والله قلناه من ضمن الحاجات اللي بتقلل الابسوربشن وكان الحاجة التالتة بتاعتهم اللي هي الأورال كونترا سيبتف بيلز لا ما حطهاش حط ما كان حاجة اسمها ميونو سابريسانت ما هو السابريسانت دي اللي هم ايه من ضمنهم الاستيرويد يعني ايه يعني كورتيكوستيرويد يعني هي نفسها ايه شهده والله نفس المعنى طب والأنتي كونفالسانت لأ أنا قلته أنتي كونفالسانت يعني هايبوفيتامينوزيس للفيتامين دي وبالتالي للأسف هيؤدي برضو إلى نقص في الأبسوربشن وبالتالي هيؤدي إلى إن ما عندكش كالسين في دمك كتير فتبقى أستيبروس طب أحفظ دراجز دي إزاي دكتور هي هيها الدراجز اللي أنت أخدتها في الأبسوربشن هتضيف بس عليهم خلي بالك تضيف عليهم الأنتي كونفالسانت هو ده الجديد بتاعنا طيب دول كده كلمة حسد هتلاقي بقى فيه حاجات كده غريبة فيه رقمين ودول مهمين جدا كامسي كيو الرقم الأولاني 65 و 56 لو كان سنك أكتر من 65 سنة هيجيلك أستيبروس ليه؟ يا راجل ده التعريف بتاعها أنني تكون سنك كبير أصلا طب ليه؟ لأن المنطقة بس طب واحد كبير يبقى ولا هيطلع للشمس برضو فعنده مشكلة في الأكتيفيت فيتامين دي ولا هيأكل أكل صح طب لو وزن سياكتك أقل من 56 كيلو جرام انت كده مال نورش انت كده أصلا ما أبدا كلش أكل أساسا سواء بقى صحي ولا مصحي فبالتاقي طبعا عندك نقص في السورسز بتاعة البيتامين دي فعندك مشكلة في الانتاج هتلاقوا بقى فيه جملة غريبة شوية بوست مينو بوزل أور بايلاترال أو أو في ريكتيمي إيه دكتور الجملة دي؟ بمنطقة البساطة طبعا بوست مينو بوزل معناها طبعا الفيميل اللي هي خلاص وصلت لمرحلة اللي هي الطمس اللي هي بمنطقة البساطة ما عادش عندها منستر والسايكل طيب ما عادش منستر والسايكل مش دي المشكلة المشكلة انها ما عادش عندها بقى إيه الهرمونز بتاعتها كلها بتخلص الاستروجين نفسه ما عادش موجود عنده وبناء عليه ما احنا قلنا قبل كده ان الاستروجين ده مهم جدا في بناء العظم بتاع سيادتك ان هو بيعمل ان هو بيجيب الكالسيم من دمك ويحطه في العظم ما فيش استروجين ما فيش كلسم هيتحط من الدم للعظم ده بالعكس الكلسم هيتطلع من العظم وبناء عليه يبقى العظم نفسه بيبقى هش ويبقى ضعيف فيتكسر فده مشكلتنا مع البوزل طب دكتور يعني ايه كلمة بايلاترال او او فريكتومي ايه حكاية فريكتومي دي ده دكتور اكتومي دي معناها في اي عملية انك بتشيل خلاص طيب او او فورو دي معناها ايه معناها الاوريس فاو او فريكتومي معناها نكساتك بتشيل الاوري والاوري منطلع الاستروجين فنفس الفكرة فالتنين دولت معناهم نقص الاستروجين وخلي بالك بايلاترال معناها الاتنين مش واحدة بس من الاوريس لانتنين هتطلع الاستروجين واحتعوض وتعمل لكن لو شفت الاتنين ما فيش عندك استروجين انا عدم خالص اصلا كمان مش نقص طيب يبقى هي كلها حسد زائد رقمين وما ننساش ان الفيميل تمام ليه عندنا مشكلة مع الفيميل لان الفيميل هي اللي عندها الاستروجين بيخلص بيخلص ازاي يا اما عن طريق البوست من البوزل خلاص وقف عندها الهرموناة اللي بقى كل الشنج سياتا كلها وقفت وبوزت او بايلاترال او فريكتومي حتى وهي صغيرة انا شلت لها الاوريس اصلا فبتالي ما عنداش استروجين فعلا بقى نتكلم على كلمة معناها قبل ما المرض يحصل بنمنع كلمة كنترول بعدها بعد ما المرض يحصل طيب واحدة واحدة بقى او يعني كلمة كنترول دي ممكن تساوي طيب هما تنال حاجات مهمين كالسيوم وفيتامين دي واكسرسايز ليه بومنطهر بسطات كالسيوم معلش ده هو ده هو ده الناقص عندي فنا عايز تظبطي النقص فمهمة عندي جدا ان ارقم ده كمان كامسي كيو ومهمة ده رقم ده كمان كامسي كيو ومن يسهر كلها مهمة كناظري وفيها كمس جملة MCQ فالكالسيا مصاب المنتيشن بتدي سيادتك من 1000 لألف ونص دايلي اللي هزا ما كنا نلقق قبل كده من 1 ل1 ونص كيلو جرام لو تفتكروا طيب الفيتامين دي من 400 إلى 800 انترناشنال يونت دايلي مهمين جدا رقمين دول جدا طيب دكتور يعني ايه كلمة ويت بيرنج اكسرسايز فيه عندنا انواع من اكسرسايز فيه حاجة اسمها الريزيستانس اكسرسايز وده بتقيس قوة تحمل بتاعت سيادتك وفيه عندنا حاجة اسمها الويت بيرنج اكسرسايز ويت بيرنج اكسرسايز دي الحاجات اللي هي بتخسس بس يعني انك تلعب يوجا انك تجري تطلع السلم وتنزل من الآخر بيسموها في التعريف تاحها الحاجات اللي ضد الجاذبية كمان طيب فالثالث حاجات دول لو سيادتك عملتهم بانت كنا عملت الايه بريفنشن انتو كنترول يقولك بقى فيه عندنا بعض دول الحاجات بتستخدم استخدام خاص يعني لو عايز امنع بس ممكن استخدم الهورمون الربليسمينت ثرابي ما ينفعش كتريتمينت ليه لان وقت ما الفاس تقع في الراس الهارت ما بيعملش اي حاجة خاص القلب يفضل موجوه ما يعملش حاجة طب ايه حكاية هورمون الربليسمينت ثرابي الاستروجين ما احنا متفقين خلاص هو طيب يعني ده تستخدمه بس لما الفاس تقع في الراس النيزل كالسيتونين سبري الحوار ده دكتور الاسبري ده بيترش في المناخير عمرك شفت بني ادم بيرش حاجة في مناخيره من باب ان هو يمنع مرض يحصله لا طبعا لان اصلا بمنطقة البساطة المكسيمم بريود لحاجة بتترش في المناخير اسبوع اسبوعين عشر تيام مش اكتر من كده فما يفعش يستخدم كبريفنش يستخدم كتريت طيب وده اسمه المياه كالسين تمام مش مهم يا تحفظ الاسم او مهم ما انت تعرف ان هو ايه نيزل كالسيتونين سبري طب دكتور ايه حكاية بقى الكالسيتونين سبري ده بمنطقة البساطة الكالسيتونين بيطلع من الثيرويد عن طريق حاجة اسمها السي سيلز وفد خدته الكلام ده قبل كده الكالسيتونين وظفته ان هو بيجيب الكالسيوم ويحطه جوه العظم طيب ده حاجة كويسة اه زي الفل عكس البراثيرويد البراثيرويد هرمون بيجيبه من العظم يحطه في الدم عشان يزبط في الدم انما الكالسيتونين بيزبط الكالسيوم في العظم فبالتالي الكالسيتونين هيحط الكالسيوم في عظم سياتك فبالتالي تخف من حية تهاشة العظام او واحميك من ان يحصلك كهاشة العظام طيب ليستعلم كده واستعلم كده زي ما تولكن قبل كده حوار الاستروجين هنا بقى الاسمه مهم اللي هو الرениюكسي فين فر準備 � Chamber ofriel دول بيجعوا كم سي كيو عم طالين هو إليك إيه مين في دول بيسترم للبريفنشن أونلي أو مين في دول بيسترم للتريتمنت أونلي في دومه المقوي الفيديو اللي جاي إن شاء الله هناخد الأيرن والأيودين مع بعض بالتوفيق يا رب